ونبدأ مباشرة في استعراض بعض الأخبار قبل تلقي الاتصالات لمن أراد المشاركة المشاركة عامة لجميع لكن شاهدت هذا المقطع وهو مقطع مخيف صراحة يعني أنا أعلم أن الشرطة الأمريكية شرطة إجرامية دائما الشرطة الأمريكية تقتل وتصفي السود ويعني ترتكب جرائم كثيرة لكن هذا المقطع بالذات انقبض قلبي منه لأسباب خاصة وسبحان الله يعني أنا تكلمت قبل كده على موضوع الشاب اللي كان عنده أيضا توحد والشرطة الكندية أيضا ضربته وعذبته لكن يا جماعة والله أقول لك مقطع يسبب ضجر ضد الشرطة الأمريكية أنا بس عاوز الناس تتصور هذه الحالة المأساوية المؤلمة لشاب عمره 19 سنة مصاب بالتوحد عنده توحد وأنتم تعلمون يعني هذا الشخص يحتاج إلى رعاية خاصة جدا لكن هذا الشاب كان يحدث ضجيجا أنتم تعرفون أيضا يكون عنده فرط حركة بيكون عنده ما بيحسب أي حسابات يزعى يكسر يضرب يعمل أي شيء فالجيران اشتكوا عليه ربما لا يعرفون أو ربما يعرفون ويريدون التخلص منه فذهبت الشرطة الأمريكية واعتقلته بعد اعتقاله شوف يا جماعة بس شوفوا الطريقة فين الإنساني وفين الكلام الخربيط والرحمة بعد ما اعتقلوا وضعوه في زنزانة وهو يصرخ ويقول يريد الأدوية يعني كان يريد الأدوية هو بيأخذ أدوية خاصة ولكن الشرطة تجاهلته كانت تقول له اجلس هو اجلس لأنه خايف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل والله شيء مخيف فطبعا في كاميرات مراقبة في أوروبا وفي أمريكا للشفافية لكن وعين المحاسبة صوروه كان متصور في الزنزانة وهو يطلب الأدوية ولكن بعد أيام قليلة توفي هذا الشاب والله المستعان خلونا نشوف الفيديو مع بعض مش عارف أنا أعرض الفيديو ولا لأ بس لازم تشوفوه لازم تشوفوه لأني أنا كتبت في عنوان الحلقة تصرف مخيف من الشرطة الأمريكية شوفوا معي هذا هو الشاب يا جماعة شاب مسكين يعني هو هذا هذه صورته وهما أبضوا عليه وأخذوه طبعا بقوة لأنه قوي جدا فربطوه في كرسي المهم أنا مش عاوز المهم حطوه في زنزانة بصوا 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 بيسمع كلامهم زي ما أنتم شايفين بيقولوا ستداون أنا عاوز أطلع برة مسكين يعني ما يعرف ماذا يفعل والله الموضوع يعني مخيف جدا فضل يخبط في الحيطة هكذا حتى مات حتى وجدوه ميتا والله المستعان وهذه حادثة من الحوادث الكثيرة أنتم فكرين المرأة اللي كانت مريضة وراحت المستشفى وما كانش معاها فلوس التأمين الصحي ورفضت أن تذهب فأحضروا لها الشرطة وماتت في سيارة الشرطة المشكلة بعض الناس يقولون أهو شوفوا مصورين وشوفوا كذا وفي الشفافية ما أحد بتحاسب يا جماعة حوادث القتل هذه لا أحد يحاسب ويحاكم عليها أنا والله شوفوا إحنا من قسوة هذه الجرائم لا ما استطيع عرضها يعني هذه جرائم كبيرة جدا شيء مخيف شيء مرعب ما فيه هو أصلا هذا الإنسان ليس له قيمة أصلا هو بيكسب الدولة إيه هما عندهم على فكرة سياسة واستراتيجية للتخلص من كبار السن ومن أصحاب الاحتياجات الخاصة وهذا في كندا أعلنوا عنهم قالوا إن إحنا هنسهل لهم الموت ما يسمى الموت الرحيم عشان يتخلصوا منهم إحنا ليش نصرف عليهم فلوس ما عندهم شيء ما عندهم قيمة للإنسان ولا الروح هذه إحنا عندنا بفضل الله في الإسلام إن الإنسان هذا المصاب بتوحد أو أي أمراض خاصة هذا إن شاء الله ندخل به الجنة كل مسلم عنده طفل مثل هؤلاء الأطفال يحتسب أجره عند الله ويدخل به الجنة بإذن الله يصبر عليه ويرعاه وحسبنا الله ونعم الوكيل هؤلاء الذين يقومون بتربية الكلاب والقطط ويعطفون عليها الحيوانات التي لا تنطق يضيقون بمثل هؤلاء أصحاب الاحتياجات الخاصة وحسبنا الله ونعم الوكيل فهم تركوه نعم أخونا الكريم يقول تركوه هو قتل نفسه لأنه هو مش فاهم عمل يخبط راسه ويخبط قسمه في الحيطة وعلى فكرة يعني ما يعرف مش فاهم أصلا لا يعي ما يفعل يصلي جنون مخصوصا أنك تحبسه هذا يحتاج إلى رعاية خاصة يحتاج اللي يطبطب عليه يحتاج اللي يحضنه يحتاج اللي يتعامل معاه برفق ويلبي احتياجاته هذا هو الطبيعي لكن سبحان الله طبعا ما فيش محاسبة أخونا يوسف ما فيش محاسبة هم اللي قتلوا بس ما فيش محاسبة